اشتركوا في القناة يغفرنا ويغفرلكم ويرحمنا ويرحمكم ويعطينا ويعطيكم من خيره ومن فضله اليوم القمر موجود في برج الاسد طبعا القمر الان موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الخميس موجود في منزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو رح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 11.45 دقيقة من مساء الليل الخميس بعدها بدو ينتقل لمنزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والاصلاح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 11.18 دقيقة من صباح يوم السبت 37 لا ينتقل بعدها لمنزلة الصرفة طبعا القمر بما انه موجود في برج الاسد 37 معناته في تأثيرات على جميع الابراج بتكون يعني لكل في هاي الفترة بيشعر انه الناس من حولنا بيكونوا في هاي الفترة اكثر كرما مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية 38 وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة 39 بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناع حلية ثمينة او تحلي بالشجاعة او ارتداء ملابس انيقة بتلفت انتباه الاخرين لا النا بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا في عنا ثلاث زوايا بطيئة اليوم اول زاوية هي زاوية التربيع السلبية بين عطارد وبين اورانوس وهاي تأثيراتها لغاية اليوم اللي هو 29 سبعة اخر يوم لتأثيرها طبعا في الها تأثيرات مستمرة بالضل تقريب الخمس ايام ولكن احنا منحكي عن التأثيرات المباشرة طبعا هاي الزاوية هي سبب اول شي انه بتصيبنا حالة من التشتت الفكري وعدم التركيز وهذا الشيء بيصعب علينا ايجاد حل بعض المسائل كمان هاي الزاوية بتجعلنا عصبيي المزاج ومنرتكب الاخطاء ومنتهور حتى بالحركة وقيادة السيارات كما انه هاي وقت غير صالح للشراكات وما نعتمد على الحدث في هاي الفترة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين الشمس وبين المشتري هاي الزاوية طبعا تأثيراتها لغاية خمسة ثمانية تدفع بحضوضنا بصورة عامة في شرطة المجالات اما بالنسبة للزاوية التي تليها واللي هي تزديس ايجابية بين نبتون وبين بلوتو وتأثيراتها لغاية يوم اثنين تسعة هي اللي بتسبب عودة وضعية قديمة بتدعم من وضعنا وبتساعدنا في حل كثير من المسائل اما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل مع القمر فاول زاوية رح تكون زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام ساعة 12 واربع دقائق بعد منتصف الليل طبعا تأثيراتها من ساعة مغرب يوم الخميس وبتستمر لغاية ظهر يوم الجمعة بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي تقديم عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ وتأثيراتها لغاية الساعة يعني تبدأ ذروتها الساعة ثلاثة وسبعة وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينج تأثيراتها من ساعات الصبح لغاية ساعات منتصف لليوم الجمعة على السبت ابتخلق لدينا هاي زاوية شعور بالملل من اي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في اي مساعة منقوم فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد وكمان لاشخاص اللي بكونوا محبطين عاطفيا سهل انك باي كلمة انه تستفزهم فيثوروا ثورة عارمة من الغضب اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين اورانوس وهي رح تكون في تمام الساعة سبعة وسبعة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينج تأثيراتها من ساعات الظهر لغاية ساعات ما بعد منتصف ليل الجمعة على السبت ابتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة مشاطنا من جديد واللي بيكون ممكن البعض يفاجئنا بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية الاخيرة وهي زاوية اقتران ايجابية بين القمر وبين عطارد وهي رح تكون تقريبا ساعة 11.48 دقيقة مساء بتوقيت جرينج يعني عند منتصف ليل الجمعة على السبت فتأثيراتها بتبدأ من ساعات العصر عصر يوم الجمعة وبتستمر لغاية تقريبا ضهيرة يوم السبت بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديها بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية طبعا القلب والشريان الاورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان يعني بمعنى اخر هاي الاعضاء الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية وكمان هاي الاعضاء اللي ذكرناها الاساسية مثل القلب والشريان الاورطي الظهر الجانبان هدولا نبعد عن العمليات الجراحية لالها الا اذا كانت عملية اضطرارية بالنسبة للعمليات التجميل طبعا اليوم الاجواء مناسبة لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولا يصلح لازلت الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح لقص الشعر العلاجي بما ان القمر موجود في برج الاسد فخلو المسار القادم رح يكون يوم السبت 37 رح يكون يبدأ خلو المسار في تمام الساعة 24 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش ورح يستمر لغاية الساعة 16 دقائق مساء بتوقيت جرينيش لا يستقر القمر بعدها في برج العذراء اما بالنسبة لعمر القمر فاليوم عمر القمر هو الهلال الجديد في تمام الساعة 22 و 27 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش بصير عمره يومين نسبة الإضاءة 5% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباعة الكواكب لهذا اليوم الشمس في الاسد حتى يوم 23 و 8 طبعا هو الان سعيد بنسبة 85% في ساعات العصر بتنزل نسبة السعادة لـ 45% القمر في الاسد حتى يوم 37 طبعا هي الان سعيدة بنسبة 30% في ساعات الصباحة بتنزل نسبة السعادة لـ 10% في ساعات العصر بتتحول من سعيد لمنتحس بنسبة 25% عطارت في الاسد حتى يوم 4 و 8 منتحس بنسبة 60% الزهراء في السرطان حتى يوم 11 و 8 سعيد بنسبة 15% المريخ في الثور حتى يوم 28 منتحس بنسبة 50% المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28 و 10 منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 و 10 منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور حتى يوم 24 و 8 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتشتد رابطكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معاهم وهاي فترة مثمرة وإيجابية وده عمل لكم بقوة بتستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لها ممارسة هواية أو أشياء تجميلية أو حتى التقرب من الأحبة ولتلبية الدعوات وباستطاعتك اليوم المبادرة بمع الحبيب الظروف مناسبة جدا للمصالحة ولتكرار المحاولات برج الثور طبعا بالنسبة لموليد برج الثور القمر صار موجود في البيت الرابع فعشان هيك كل إنشغالاتكم عائلية خلال هذا اليوم فبتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للاهتمام بتصلحات منزلية أو غيرها أهم شيء أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصريف إضافية برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا القمر صار موجود في البيت الثالث وهو بيت قوي بالنسبة لألكم فاليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة أو يلبوا دعوة وبيكن لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو مع جار بتتمتعوا اليوم بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أبكار جديدة وممكن تحصل على فرصة جديدة من خلالها بتقدر تفسر مشاعرك أو تبرر مواقفك وبتنشطوا بالتنقلات والاتصالات زي ما حكينا برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم هذا بيحملكم مكاسب مالية أغلب هاي المكاسب بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو دعم أو هدايا أو حتى تحصيل بعض الأموال لكم ولكن بدكوا تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعلجوا استحقاق مالي أهم شيء إنكم ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل ابتطمئن خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر صار موجود عندكم اليوم ورح يمر على العشرية الأولى والعشرية الثانية بقوة فعشان هيك اليوم بتبدأوا فترة أفضل من سابقتها بتعيد لكم نشاطكم المفقود وبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة يدعم من مركزكم الاجتماعي اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود ولكن عليكم انك تتحلوا بالحكمة والواقعية بيتسير بعض الأمور بتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن اليوم تحقق نجاح باهر برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا القمر صار موجود بالأسد اللي هو بيت متاعبكم فعشان هيك بتجدوا ان التعب بلش يسيطر عليكم حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهودة أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتذمروا من تأخير أو من سوء تفاهم أو التباس فعشان هيك بتكونوا تحاضروا من البدء بأي شيء جديد وحاولوا انكم ما تسمحوا للقلق انه يسيطر عليكم أو يمنعكم من العمل أو النشاط لانه اليوم في عندكم بعض الأمور لازم تتمموها ولكن ما تتخذوا قرارات حاسمة فلازم تنظموا أموركم واتضاعفوا مجهوداتكم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا للأصدقاء منكم أشخاص ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة وتقدروا تطلبوا المساعدة من أشخاص دون نفوذ وما تترددوا بتقديم المساعدة بدوركم في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء والأصدقاء والجيران أهم شي انكم ما تبقوا واحدين وحاولوا انكم تخرجوا للقاء الناس برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر صار موجود في بيت السمعة فعشان هيك بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وعلاقاتكم بالمسؤولين والحفاظ على السمعة وهذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل تقدر تقدم أفضل ما عندك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسؤولية هي فترى فيها نوع من أنواع الصعوبة فحاول أنك تمشيها بدون مشاكل برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة أو تشارك في حملة أو ورشة عمل أو امتحانات جامعية بتشتد رغبتكم برضو في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم ممكن تلتقي بوجوه وأراء وثقافات مختلفة أجواء لطيفة بتحيط بحياتك وهذا شيء جميل أهم مش أنك تستغل الفترة هاي بقوتك عزز علاقاتك الاجتماعية والعائلية فالفترة هاي مثمرة على جميع الأصعدة برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة ومن جهة ثم فرصة لمكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض أو ميراث أو قرض بنكي أو سداد بعض الديون ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما يبي ناسبك اليوم إطالة الخلاف والزعل حاولها أو سارعها تقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق وممكن اليوم أنك تناقش موضوع بيتعلق بإرث أو موضوع مالي برج الدلوب بالنسبة لموليد برج الدلوب بترغبوا اليوم في تدعيم شراكاتكم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أهم شيء أنه اليوم تعززوا شراكاتكم سواء شراكات مالية أو عاطفية ولكن بتحذروا أن القمر موجود مقابلكم تماما فحاولوا أنكم ما تنفعلوا حاولوا الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعكم التوتر ولا الجدال علجوا التطورات بموضوعية وأعصاب بردة ولا تتسرعوا في اتخاذ القرارات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر صار موجود في البيت السادس اللي إلو علاقة بالعمل والصحة فعشان هيك بيبدأ العمل بتراكم لديكم تدريجيا حاولوا أنكم تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك بتكو تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم وحاولوا أنكم ما تسمحوا لواجباتكم بأنها تتراكم عندكم أو أنه تتداخل مع بعض حاولوا تنظموا وقتكم بدك تكون أكثر تنظيما وتحسن إدارة الوقت وتجنبوا إثارة العدوات وإهمال وضعكم الصحي حاولوا أنكم تأخذوا قصة من الراحة من وقت لآخر وإهدأوا وكونوا عند حسن الظن هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر